يا رجل ده انا مرة بلعب منتخب الوبية هقولك بقى مبادر رجب حبيبي واحنا الاتنين كنا بدلعب بعض وكنا بنقصر الدنيا واحنا بنلعب انا كنت في ساعتها في الدين الادوية وهو كان في الاهل والله العظيم اتشلت اتشلت قبل مطش كان منتخب مصر جاي يلاعب منتخب الالوبية في بانها اتشلت عشان بدر رجب بيلعب في الاهل وانا بلعب في الادوية سهلا احلف لك بالطلاق يا جدع وحيات المصحب استنى بس استنى بس بدر اهو مش بدر حيا يرزق اعمل له مداخلة طبعا بقولك ده انا بنلعب انا وهو فالراجل اللي كان بيعني مثلا اللي هو ماسك التشكيل واحد كان الله ارحمه بقى مش شاول اسم لا الله ارحمه كان لابس بانطلون شانستون والله العظيم ولما جي بدل رجب متأخر انا محطوط في التشكيل انت تعرف اليوم ده انا عيطت على ابو يا امي وفي اليوم ده اكتر مرة عيطي لان طبعا بقى عشان حاسبه الظلم طبعا ده انا هلعب ده انا تحطيت في التشكيل المجايز كان المدرب مسلا عايز حدي بيدافع كويس كابتن بدل رجب وانت بتفعش انت بتروح وبتسيب نص الملعب يعني انت مسلا راح هتلعب بانطخب مصر الله يمسيب الخير الكابتن هادي يعني كان بيعاني الرجل كان معيان بارك ما يعاني ايه ده هاني كان بيشوفني كان بيطلع بيلعب جنب فليكس وحسام حسن والرجالة دي طول ما انا في الملعب يقول لي ايه انا ما انا هجيب جون هتخلينا جيب جون فقط ده مرة انا وهادي عملنا جون من التمنتاشر في مطش الماولين قطعها من عالتمنتاشر دهاني اديت هالو دربنا الفرق الغات مع ملالي شلتها من فوق الجون الكلام ده من عمد التمنتاشر المهم يعني فانا بقولك ان العين هنا وربك بقى ان بعديها بسنة العب للزمالك ويجي الراجل ده يطلبني منتخب بس منتخب الالوية ومرضات شروع منتخب الاليوبية اصلا ايوة منتخب الالوية بلاعب منتخب مصر وكان ساعتها منتخب الشباب اللي كان فيه حسام حسن واحمد جمال واشرب كان لسه ده منتخب الشباب وكانوا جايبين علاء نبيل كان بعد المطش بتاع تونس الجزار اللي جاب في الجول جايبينه يلعب المطش ده يعني دف الشرف بس عشان ايه واخد بالك وكانت لعب المطش ده اسألوا انا اللي ملعبتي وعبت عاية لقيت بقى الوحيد اللي حطي ايده عليا اما نوزلتش بقى اتفرج على المطش انا خرجت برا القوضة واخدت لبسي واقعدت جنب القوضة بقى هوما نزدوا بقى والدنيا هيجة لقيت الكابتن حسن سيف الله يديله الصحة ويخليه اللي هو صاحب القضل عليك اه لقيته يتطب عليك اكسم بالله كأني دخلت الجنة اول ما شفته انت عارف بقى انت بتعيط والدنيا صدى في وشك ومش عارف انت هتمشي ازاي ولا اطراك وقيت الكابتن حسن جاي بيتطب علي وقال للراجل ده هيجي في يوم الايام وهيقول لك تعالى بس انت قل له لا بس بعد ما تلعب دوره ممتاز اهو قال لي هتلعب دوره ممتاز بس بعد ما تلعب هو هيجي يقول لك تعالى منتخب بصر وقد كان قل له لا وفعلا لقيته بعتلي جواب كنت انا ومشير طبعا وكابتن طارة بالزيت وكان عطف الاباني بعتلي وانا مرضات شروح فلما بعتلي على نادي الزمالك رسمي عشان منتخب القلبية كلمت كابتن حسن وانتقول لهم شروح قال لي ليه حكيت له الوقع عني كابتن عصام بهيج واخت بالك وما روحتش واخت بالك هي المشكلة ايه العين يا اسلام المشكلة ان المدربين بيخفهم من الاهل والزمالك فبيركزوا على لعبة الاهل والزمالك انت جبت الخلاصة مش هتكلم تاني في الموضوع ده وانا بقول لك اهل وزمالك هو الرجل من غير ما شوفه وبعد كده يفكر في اين ات والله العظيم فيه لعيبة احسن من لعبة الاهل والزمالك والله بس المشكلة انهم ياخدوا الفرصة بس